بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا في عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومدادي كلماته وحتى يرضى وإذا راجي أما بعد الرضا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسن إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد أهلا بحضراتكم في المحاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم مع حضرتكم علاء السعيد وستاذ دكتور عدم التحالف بجامعة الأسكنرية ومعارك حاليا إلى جامعة القصيم بنتكلم في الفيديو ده بطريقة مبسطة عن قانون الإنعزال لمندل هو القانون الثاني المندل أو Law of Segregation عشان نفهم بنبص على النص القانون بالشكل ده متأسف ده نص قانون لو تكلم عن Law of Segregation It deployed individual processes a pair of alleles for any particular traits والفرد الثنائي المجموعة الصبغية كلمة الصبغية للكرموسومات يعني لما بنقول ان فيه 46 كرموسوم في الانسان بنقول عليهم 23 زوج الان اللي هي دي الان اهو ناخد الليزر ده الان دي في الانسان 23 ممكن تبقى في كائن تاني مختلف 14 ستة سبعة ايا كان وكلمة زوج يعني اثنين يعني 23 في اثنين يدوني الستة واربعين يعني كل واحد والمثيل بتاعه المهم عفوا يبقى الفرد الثنائي المجموعة الصبغية اللي هو الاثنين ان بيمتلك زوج من البدائل يعني كل صفة من صفاته لون الشعر لون العين شحمة الازن الانف لون الجلد كله 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 الازافر كل حاجة الاتفاعات الكيميائية داخل جسمه كل ده كل زوج من كل صفة من الصفات لها زوج من البدائل يقيموا بيقول الاثنين كابتل او الاثنين صمول او بيكونوا واحد وواحد المهم بيكون في اثنين جينين اهو بيسموهم بدلين هو جين واحد الحقيقة مش جينين جين واحد بس ليه بدلين شكلين سرطين كل واحد يوم موجود على الكورموسوم وفيه كورموسوم المثيل بتاعه الكلام ده بقى لكل صفة من صفاته ومش صفة واحدة لأ كل الصفات بالشكل ده وكل من الابوين الاب او الام طبعا في الانسان في الحيوان في النبات كله بينقل لكل فرض من ابنائه يعني كل ما ييجي فيه طفل هيتكون او نبات هيتكون بيديله بديله واحد بس يعني ايه الاب يدي الايه لو هو الاب تركيبه بالشكل ده ايه ايه خلاص اوضح هنشرحه على ده الاب لو تركيبه ايه كابتل ايه سمول مش هيتدي الايه كابتل ايه سمول لواحد من الاطفال وما هيتديله ايه هيتديله يال ايه كابتل يال ايه سمول ليه الكلام ده ما عشان هيستقبل من الام كمان اتنين زي دول فمش هيبقوا اربعة هما لازم بقوا اتنين بس فبالتاله بيأخذ واحد مه법 من الاتنين اللى عند الاب وواحد من الاتنين اللى عند الاخل يبقى هايخد ده او ده مش فرقة ولو الاثنين سمول برضو مش هتفرق هي هتفرق فين لما تكون الحكاري هتيله زايجاس او الاثنين غير متماثلين يعني واحد كابتل واحد سمول واحد كبير واحد صغير طيب فبيديله واحد بس يعني يديله يال ايه كابتل او الاسمول حسب انا اخترت عشان كده اخترت ده طيب ده بيتم فين مش في حلقة وسط ما بين الاباء وبين الابناء ايوه اللي هو عن تكوين الامشاج اللي هي السابحات الزكريه حيوانات المناوهية السابح الزكريه الامشاج المذكرة خلاص ده بيتم خلال الانقسام الميوزي يبقى اذا بيتفرق البديلين دول بيتفرقوا عن بعض الفين اثناء الانقسام الميوزي ونروح نشوف مع بعض المثال الاول عشان نتخيل الموضوع ماشي ازاي طبعا انا شفت ده انسب مثال ولقيته الحقيقة في ناس شرحة به كمان من الجامعات الاجنبية والحقيقة شيء لانه هو ده كلمة زوج مش هتوضح غير في حاجة زي كده فده زوج حزاء يبقى الزوج واحد ولا اثنين لا اثنين فردتين هم يمين وياسار طيب ينفع نشتغل واحد فيهم بس لا لازم اثنين مع بعضهم وادي زوج وادي زوج فانا افترضت ان الزوج ده شايل صفة من الصفات ايا كان يعني الزوج الاحزيه ده كأنه كوروموسوم وحافترض ان كل كوروموسوم شايل صفة واحدة اوجين واحد طبعا ده افترض بس للتوضيح والتسهيل خلاص وافترضت كمان ان الاثنين مش زي بعض مش الاثنين دي كابتل او دي سمول عشان تبقى حكاية واضحة تماما يعني يبقى هنا دي كابتل ودي سمول وهنا اي كابتل اسمول وهنا ار كابتل ار سمول جميل اذا س� customized صفات جميل ضديوية ثلاثة ازواج جميل ، يجب ان اخذ 7 المريك بسبب 3 الزوج 3 GTA 2 ب6 وانا انا رجب ان اخذ لام المريك ällي كلOb هل اخذ هذا الا positions طبنما لا اخذت اشиче الوسيله الوحيدة انا اخذ واحد حدو الأول حدو الحدو 有 مشكله اكون بس يجب thermBeat هنا أخذ الـD capital ولا الـD small وهنا سأخذ الـD capital ولا الـS small وهنا سأخذ الـR capital ولا الـR small الحقيقة هي التي يسمونها التبديل والتوفيق أو عملية الإحصاء لا نخش فيها كثيرا لكن هنا هو التوزيع العشوائي بقدرة ربما سبحانه وتعالى ولا يستطيع أي علم من العلماء على حد علمي طبعا أنه يخمن بقى في D هو يقدر يحسبها إحصائيا فقط لا غير فقط نحن الثلاثة دول لا نخش في تفاصيل لكن الثلاثة دول بيبقى اتنين عشان ده زوج فيه احتمالين هنا يبقى في كل واحد فيه احتمالين يبقى اتنين طب وهما كام زوج كام مقام حرف تلاتة G والـA والـR يبقى اتنين قصة تلاتة مفوض يبقى حيبقى عندي تمن احتمالات اللي هما ازاي يعني بالشكل ده فلو أنا خدت الـD capital أهو عشان كده أنا مكررها لك ونتحططها واحدة بس قلت تتحطت عشان تبقى واضحة بنسبة لحضرته اخد G capital اهو واخد اللي فيه R capital يبقى خدت تلاتة capital ده احتمال احتمال تالي ما يجي توزعه ممكن هم جاء واخد الـ capital ده مع الـ capital ده بس تاخد هنا الـ small R small احتمال كمان ان اخد G capital واخد الـ small واسيب R capital او ان اخد G capital والتنين دول small يبقى دول اربع حالات الاربع حالات دول مع G capital اهو يبقى G capital ده مرة خد الـ 2 capital دول ومرة الـ 2 small وهنا نفس الحكاية طب فيه احتمال تاني اه ان اخد هنا D ده small ونفس الحكاية اخده مع الـ capital ده والـ capital ده او اخده مع الـ capital ده والـ small ده او اخده مع الـ small والكابتل ده اخذ مع السمول سمول يبقى في عندي اربع احتمالات هنا واربع احتمالات هنا يبقوا كام احتمال تمانية اه تمن احتمالات طب تب الكلام ده في تلت اه جينات بس ومال حوالي الثلاثين او خمسة وتلاتين الف جيني اللي موجودين في خارجة الانسان الجينومي اللي باشا دول بقى يبقى احتيادتهم ايه اه قصة كبيرة جدا سبحان الله ننتقل بقى ليه نطبق ده على على الكرموسومات فعلا اللي بيحصل ايه قانون التوزيع الحر اه هم بيتوزعوا فين لما بيجي تترتب الكرموسومات بالشكل ده طبعا ان خدنا العبور وخاص وعرفنا اللي حصل بقى احنا افترضنا ان الاخدر ده اللي جايين من الاب والاحمر ده اللي جايين من الام جميل يا اما بترتب اللي جايين من الاب بجنب واحد هل ده بيحصل ولازم يحصل كده ولا ان ممكن الاخدر ده بتاع الاب هنا ممكن يبقى انه حيتاني ده الاحمر يعني الترتيب بصورة عشوائية اه طيب وحنشوف هل ده هيفرق حنشوف مع بعض نمشي الخطوة اللي بعدها يبتدوا ينفصلوا اهو الخطوة الاوانية هنا ده والمثيل بتاعه نفس الطول ونفس الشكل ونفس الصفات نفس دول الصغيرين دول برضو ده والمثيل بتاعه طبعا احنا احطيه الابسط عدد من الكرموسومات التبسيط يعني ابتدوا ينفصلوا في الطول الانفصامي اللي هو بيض انعزلوا بقى ده انعزال حر هل شرط الاتنين دول يروحوا مع بعض الاب ودول ييجوا من هنا من الام ولا ممكن يبقى فيه تباديل وتوافق بالشكل ده كده هنشوف انعزلوا الاتنين اللي في الاب هنا وده الاتنين اللي في الام وطبعا كله حصل في العبور نفسك اللي هنا بقى اللي حصل ترتيب وتباديل انعزال حر يعني اللي بتاع الاب ده قد الصغير بتاع الام والعكس طب نشوف بعد كده انقسمة الخلية اهي ده انقسمة سيتو بلازمي في الميوزي الاول وكوين اتنى وقتين ثم حنرجع بقى ننقسم تاني عشان نكمل الميوزي التاني وحيبتدوا يترتيبوا بالشكل ده وحينفصلوا اهو الخطوات دي احنا وشرحناها قبل كده لكن حنوصل بقى لهم تكوين الاربع مشايد الاربع دول اللي عليها صار في الحالة الاوانية، ودول الاربع اللي يعنيهم وعشان نقرر ما بينهم حطناهم هنلاقي ان الاخضر اللي اتنين معة اها 60 دول صار فيpload their back الحقيقة هنا واحد اهو من الاب وجود واحد من الام jot ,800 ثركه الاخمر مع هذه الاخمر فسيلاح ان هناك اختلافات üç surgery هناك واحدات موجودا Hyundai سن auch so هناك تواحدات عبور هناك دولament غير عبور هنا ده ما حصلش في عمور حصل في ده بس وهكذا يبقى إذن هذا التوزيع الحر ده بيحصل أيوة وده مندل شافه استنتجوا منين استنتجوا من ده هنشوف الفيديو دلوقتي استنتجوا منين استنتجوا لما زرع الطويل مع القصير في نبات البسلة وعطنا 100% طويل فتوقع بقى خلاص يبقى القصير مش حيبان لما عمل اللي هو التقاسل أو الترقيح الذاتي للجيل الأولاني فبصت لقى في الجيل الثاني ظهر عنده الصفات الصغيرة فعرف إن التوزيع بيكون توزيع حر بصورة أو بقرة وحنشوف ده في الفيديو الموجود معنا حالا دلوقتي الفيديو ده جماعة الخير جاي من مكروهيل وآجي الكبرية بتاعه بالشكل ده كده لك احنا استخدمناه عشان نستفاد يعني والرابط بتاعه ممكن بقى نحطه في الوصفة ولا حاجة يعني فنشوف مع بعضهم هنا دول ثلاث أزواج من الكرموسومات ده والمثيل بتاعه ده والمثيل بتاعه وهاكذا ما هي حصل هيحصل ايه بيبتدي حيترتبه مع بعض بالشكل ده كده آهو آهو بيبتدي يترتبه بالشكل ده هنا كده في صفة واحد استوائي آه هنلاحظ حاجة بس هل الأغضر ده أو الل Legends ترتب في الجنب واحد يعني اللقين من الأب ده المaternal اللقين من الأم اللقين هو الأغضر ده واللي جاي من الأب البنافسي هل يترتبوا دول في الجنب دول في جنب لا توزيعوا توزيعهní بالشكل ده كده اهو طيب وبعدين هنشوف مع بعض كده اه طبع الاحتمالات ايه بقى اللي احنا بقى لسه شرحانها من شوية ان الزوج الاولين ده هنوات الوات دي كان فاكر لما بترسم الجزء بتاع الاحزية تي كابتر ودي سمول وهكذا التباديل وطافيب بنحسبها ازاي بنشوف مع بعض الاحتمالات عندي النمبر افق المصوم بير اتنين خلاص اهو ومرفوع القص ثلاثة اللي هو اه حايد ديني يبقى number of possible orientation اتنين في القص فبيديني تمن احتمال اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم دول اهو نرجع بس السنة صغيرة كده اهو 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 هدي الاحتمال الاولاني وهكذا وجايب بقية الاحتمالات بالشكل ده طب نشوف بقى في النهاية عشان نشوف بس اللي حيحصل وحيبطي يتوزعه مرة تانية وحنشوف الايه اهو لو نبصينا هنا ورقم واحد حنلاقي هنا اللي في النص ده هو اللي بنفسي فرقم اتنين كلهم متلاتبين اللي الاب في نحية والام في نحية رقم تلاتة اللي فوق ده هو اللي بنفسي رقم اربعة اللي تحت هو اللي بنفسي يعني مرة كلهم متلاتبين بالشكل ده مرة هنا اللي كان فوق مرة اللي في النص مرة اللي تحت طب نشوف الأربعة الثانيين في الحالة الثانية هنا كلهم البنفسي يجوم هنا والأغضر جهن أو اللبن ده جهن طيب وبعدين مرة اللبن الأولاني ده كان فوق هنا أهو والمرة الثانية في النص هنا بس والمرة الثالثة تحت يبقى دي كل الاحتمالات بتبقى موجودة معا يبقى ده قانون العسال الحر بنقول إن بيحصل التوزيع الكوروموسومات ويبتتوزع فطول الاستوائي الأول مش شرط بقى اللي جايين من الأب بقى في جنب واحد واللي في الأم في جنب واحد لا بيحصل توزيع حر وده بنص عليه قانون من دل التاني أرجو تكونوا الصورة كده واضحت وأفكركم بس بيه الجزء أهو أهو اللي هو الشكل ده اللي احنا قلنا عليه ربما ده يكون مفكر لكم أهو بالشكل ده أهو هذه الأربع احتمالات الأوانيين وأدي الأربع احتمالات التانيين بالشكل ده أرجو تكون الصورة كده وضحت إن كنت أحسنت في من الله وإن كنت أسأت أو نسيت شيئا فمن نفسي اللهم لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم أعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وأترككم في رعاية الله وأمانه ونلقاكم في فيديو قادم إن شاء الله من فيديوهات تبسيط العلوم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا